تماشيا مع الخطط العامة للمدن الرياضية الكبرى انتهجت مملكة البحرين خطوة متقدمة في المنطقة وهي إطلاق برنامج استجابة الذي يأتي من ضمن أهدافه السماح بتحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية اختياريا بهدف الاستفادة من الدعم المقدم من صندوق العمل تمكين والبنوك التجارية لتكون مملكة البحرين بيئة جاذبة للاستثمار والمساهمة في النمو المستمر لرياضة البحرينية لخلق آفاق أوسع للأندية الرياضية الوطنية وللوصول للاحترافية المنشودة جاء برنامج استجابة والذي يأتي ضمن أهدافه تحويل الأندية لشركات تجارية للمساهمة في تعزيز دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الرياضي ومنظومته الإدارية والفنية في حركة نوعية تُعنى بالاهتمام بالشأن الرياضي البحريني على كل الصعود ويسمح القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء المهقر في تطوير القطاع الرياضي وصياقة مسيرة جديدة للشباب والرياضة البحرينية بفضل ما تتضمنه المبادرة من أهداف النبيلة تنسجم تماما مع الرؤية السديدة لعاهل البلاد المفدى حفظها الله ورعاه الهادفة لاستقلال كافة الموارد المتاحة لتطوير القطاع الرياضي في مملكة البحرين من أجل الارتقاء بشباب البحرين هذا وسيمثل برنامج استجابة صناعة مهمة للمستقبل كما يعد فرصة مهمة في الاستثمار وتفعيل الجانب التسويقي في المجال الرياضي والاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية الحديثة بالإضافة إلى إيجاد مصادر دخل تساهم في دعم الحركة الرياضية وفي السياق نفسه يهدف نظام تحويل الأندية إلى شركات تجارية اختياريا في المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي في القطاع الرياضي إذ سيخلق النظام بيئة صالحة لللاعبين والرياضيين والفنيين وجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي هذه الخطوات الفاعلة والعملية التي وضعها قائد الرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ستساعد في النمو المستمر للرياضة البحرينية وتعزيز احترافيتها لتكون البحرين مركزاً إقليمياً باستغطاب المؤسسات الدولية إلى جانب استغطاب الرعاة لتطوير القطاع الشبابي والرياضي القائم على أساس البيئة التنافسية العادلة المفتوحة إلى جانب تحقيق العديد من البطولات العالمية والإنجازات في المستقبل القريب طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين